مقر حلف شمال الأطلس ببروكسل البلجيكية يشهد مراسم تقديم كل من السويد وفنلندا لطلبين رسميين لاندمامهما إلى الناتو والحلف فتح ذراعيه لهاتين الدولتين واستلم طلبي الاندمام في خطوة وصفها بتاريخية أرحب كثيرا بطلبين فنلندا والسويد للاندمام إلى الناتو أنتم أقرب شركائنا وعدويتكم في الحلف ستزيد من أمننا المشترك هذان الطلبان خطوة تاريخية وسينظر حلفاؤنا الآن إلى الخطوات التالية يجب مراعاة المصالح الأمنية لجميع الحلفاء ونحن مصممون على العمل من خلال جميع القضايا بعد تقديم الطلبين السويدي والفنلندي للاندمام إلى الناتو ستبدأ المحادثات والنقاشات الرسمية من قبل سفراء الحلف وقد يستغرق التصديق من جميع برلمانات الدول الأعضاء عاما تقريبا حسب دبلوماسيين في المقابل تلقت السويد وفنلندا من حلفاء كثيرين للناتو ضمانات أمنية خلال الفترة الانتقالية لتقديم الطلبين لحمايتهما رسميا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك للحلف تسارع هذه الأحداث قبلة بمعارضة تركيا التي تراها استعدادا من كلتا الدولتين لاستضافة جماعات كردية متشددة أما روسيا فاعتبرت أن هذا التحرك لا يهدد موسكو بشكل مباشر لكنها أعلنت أن أي توسع في البنية التحتية العسكرية للناتو سيؤدي إلى رد من قبل الكريملين خطوة اندمام هلسينكي وستوك هولم إلى الناتو تعد أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا على مدار عقود ما قد يحدث تحولا كبيرا في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي